موسيقى موسيقى مسلا خير أهلا وسهلا فيكم جميعا كل بيحضرونا وبتابعونا دائماً عبر شاشة عمان تيفي وأكيد طيلة شهر رمضان ببرنامج فطول الصحور اللي مكون معاكم من هلأ للساعة الثلاثة بيكون أكيد معنا وصفات دائماً بكلي بصفرة رمضان أكيد على الفطور وعلى الأسطور وأكلات كتير مختلفة ممكن إنه نعملهم خصوصاً إنه بلشت تخلص الأفكار يعني صلاً لشهر عم نعمل أكلات كتيرة فهلأ أبلشنا بدنا أفكار وأفكار شو عم نعمل اليوم؟ معمول بس أحكي لك شغلية بتعرفي إنه أنا هادة رمضان بالزات أوشي شكلك اليوم كتير حبير أزرق بجنة أول شي رمضان هالسنة حاسي كتير في وصفات كان نلسي أعمالها وما لحقات مع إنه كتير غريب أنا قلت يعني من هولا لشهر وانتي بالحلقة عم تعمل أكتر من وصف بشهر كامل مفروض أنه يعني استنزحت كل الأفكار لا والله 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 بالعكس حاسي حالي كتير ضيعت إشياء بحب أفتحها لبيت السمني بعشي أفتحها طول عمري فما خلي حد يفتح ليها هلأ اليوم نحن نعمل خلص معمول السميد صار وقته يعني معمول السميد أوشي كل سنة أنتي سالمة إن شاء الله وعيلتي كل ياتها سالمة اليوم أنا لأنه لأنه إحنا صيام وهيك فالولا حدا فينا يقدر يدوء غير ليبون ودينا نحن عيدنا خلاص وضحيت فيهم اليوم قلت لهم أنتكم تدوءوا صح مظبوط بس كيف كان؟ يسمعي من دون مجاملة طبعا إحنا مبارح لأنه كان عيدوا بدي أحكي كمعن لكل عم بحضرنا كل سنة وإنتوا سالميا كثير صغير بطريقة معادي ونكيتهم بتشهي وأنا متأكد أنه ليبون كمان بوافق لي الرأي بهذا الموضوع ليبون أكثر حدا بنتقد يعني مثلا معمول الطحين بحبه كثير ناشف شوي معمول أساور بشهي ساحر مبارح بعطلها معمول أساور بتقولي لما أكلته على الفطور بتقول لي بي شهي بجوز أزكى مرة أكل فيها كعك أساور أعلني أني بدخل في كل وصفات المعمول السراحة وهو الزبدة سرهم الزبدة اليوم بهاي الحلقة رح تكون خفيفة لطيفة كل السيدات اللي بيعملوا المعمول على طريقتي رح تزبط معاكم مليون بالمئة ولا يمكن أنه يخرب معكم إشي بس بتمنى أنكم تمشوا معاي بالتكة حلو لأنه المعمول أقولك شغلي مع الخبرة بتسيري على العين وعى النظر مع الخبرة بس بالبداية بديك تمشي فيه بالمأدير وأنا بأعطيكم الإشي اللي تقدروا مع الخبرة أو بعينك تتعرفين إنه هذا صح أو هذا قلع بالوقت واحد بسريارة مليون بالمئة فرح نعمل اليوم معمول السميد رح نعمل طبعا معمول السميد هذا على طريقة أمي دايما أنا بوهمة عن روحة كل حدا بيعمله كل شي فمستحيل لو هل قدة أعطيكم الوصفة لو ما كانت صحش عشان ضلكم تدعو لي واردتي تدعو لي وكمان هذا المعمول بيضايل عندكم شهر كامل وهو طريق وهش وبجنم أرجيكم بس حبة من الحبات يعني أنا كل ما أخرب حبة شوي بحزن السراحة صراحة بحزن لأنه قد ما منظرهم مرتب صورت فيديو صغير مبارح على الساعة أربعة خلصتوا أنا الساعة تنتين بلشت أخباز بس طلعوا طلعوا يا رامي هايوا لا مش عادي هايوا بي من غير ما أضغط يعني طلعوا من غير ما أضغط هاي اي اشي بي إصبعي شوفوا كيف هذا معمول السميد الناجح مية بالمية والتي تعلمتها من خالة والدي يعني لأنه أمي من مصير يعني أغلب المعمول هي هي الطريقة فلسطينية بس وأنا تعلمتها من أمي ورساتها نفس النكة ونفس الطريقة ونفس الفكرة وأظل أقول هي الوصف الوحيد الذي ضلط لي من ريحة أمي زي ما هي زكي أنه أمي اللي عميت لياها الله يحمد فنأخذ مأديرها ورح نحكي كل الاستفسارات وكل التفاصيل اللي ينجح معكم المعول مية بالمية وبتحداكم إذا رح تجيبوا معمول من بره البيت هالثاني يلا صح يلا لمعمول السميد رح نحتاج كيلو سميد الفرخة كوب طحين من كوبين لثلاثة دهن نصف كوب سكر بودرة معلقة صغيرة محلب معلقة صغيرة مستكة معلقة أكبيرة بهارات الكعك لبع كوب ماء زهر معلقة أكبيرة بهارات الكعك وكوب ونصف حليب سائل من نعدك ونصف معلقة صغيرة خميرة أما لحشوة التمر فرح نحتاج كيلو عجوة مطحونة معلقة كبيرة هيل معلقة صغيرة قرفة معلقة صغيرة جوز الطيب رشة كبشق رنفل ومعلقتين كبار زبدة البلقاء أو زيت زيتون أما لحشوة الفستق فرح نحتاج 250 جرام فستق حلبي معلقتين كبار سكر بودرة وربع كوب ماء زهر وقطر من جو سويت أما لحشوة الجوز فرح نحتاج 250 جرام جوز معلقة كبيرة سكر بودرة وربع كوب ماء زهر أطر من جو سويت ومعلقة صغيرة إرفة دعونا مذيكة موسيقى موسيقى اكيد من بعد ما قرأنا هالجرايط بسوما لا يعني عشان اكتر من حشو احنا عم نعملهم راح نبلش نعمل بكاعك الاسميد بس ابل بدي اذكركم انه احنا معاكم عبر شاشة عمان تيفي وعبر ريديو فان كمان اذا انتو كنتوا بالطريقة والسيارة تقدر تسمعونا وكمان عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تيفي كتشن و عمان تيفي اوفيشل تقدروا كمان تشاركونا تعملوا شير ولايك للحلقة لحتى يزيدوا من فرصكم الربح الجوائز رح يكونوا معانا لليوم واكيد خلينا نرجع للتفاصيل الكعك والمعمول اللي اكيد احنا هلأ كلنا عم نستنى الطريقة المناسبة لحتى نعمله لانه هلأ صار وقته اول ايشي لازم يحكولي يعطيك العافية طبعا يعطيك العافية والله هذا الاسبوع بقولهم انا بالعادة من الشفات مش يعني في كتير شفات له مساعدين بعملوا معهم هدول التفاصيل انا من الناس بعملوا في بيتي عن جد يعني حقيقة و بعملوا حقيقي و بجيبوا كل هاي التفاصيل بقولكم هدول ثلاث ايام لانهم معمولوا كعيق عن جد اني تعباني بنام اربعة ونص وصحة سبعة بنام اربعة ونص وصحة سبعة بنام اربعة ونص وصحة سبعة اطني ايش كل صدر بياخد نيساء لاني انا بحود اناقشوا بالوحدة هلأ في ناس بعملوا بالاوالب في ناس بيلموا الجيران والاخوان الحمد لله لاخلات لعمات لأقولي جيراني حرام بيجننوا بس اغلب جيراني هلأ مسافرين لانه يعني انا حظي جيران عندي ثلاثة ومثلاثة عمارة في اميركا شوفي حظي كيف وكمان اخوات ما عندي واغلب اخواني مسافرين مقتربين فدايما لحالي بحزر دائما لكل ما انتي ما قلت استغلي راميو بنواد والله ما بعرفوا يا لأت بعرفوا حرامهم اقولوا لا طيب خلينا نحكي كل التفاصيل تاعة المعمول بس انا هون عم بدوب عندي زبدة وبدوب معاهم سمنة البلقة مبدئيا عشان نحكي كيف المعمول يزبط معي مية بالمية هاي الحلقة بدي احكي فيها بكتير بطوء بكتير يعني ما رح اختصر ولا اشي عشان تزبط معاكم وصفة انا من اربع سنين من لما طلعت بي ابهارونار لحد اليوم انا بعمل نفس هاي الوصفة لو بشوفها انها بتحتاج تعديل لو واحد بالمية والله اللي حنعدل عليها وما بقدر ان اقول لكم هاي الوصفة وانا عارف انها ما رح تزبط معاك ما رح تنجع مية والحمد لله على مدان الاربع سنين الابل كان الاف التطبيقات اللي وصلتني وكل حدا بتعيلي هذا الاشي الحلو اول اشي انا باستخدم بالعادة السميد الفرخة زمان كنت لسه بحكي انه زميلتي دارين انه امهاتنا كانوا ينقعوا السميد يومين وثلاثة واسبوع لسه عم بارحة بقرأ واحدة من الشفاعة بنزل وصفة بتقول تنقع اسبوع عشان تطلع طريقة هالحكي كان زمان لانه نوعية السميد اللي كان زمان تختلف عن السميد هلا سميد هلا صار مكرر وناعم اكتر بطريقة اسهل فما بتحتاجي بس عشان يزبط معاك بهاي الاسمي بهاي الوصفة بالزعب تقدري تخلط السميد خشل مع سميد ناعم تقدري تعملي سميد فرخة بتعملي اللي بدك ايا ولكن انا بفضل انك تستخدمي السميد الفرخة لما دقتي ادي طريق مش طبيعي عن جد تراؤتو بتقول لي امتياز المون مجامل جد مون مجامل بس كتير طريق لانه مستخدمي السميد الفرخة فانا هون عندي كيلو الكيلو انا هذول نص و هذول نص الكيلو تقريبا تمن اكواب تمام هلا اذا بدي اعمل رطل بدي اضاعف الكمية من كل شيء بدي اعمل هلا الكيلو بعملكم تلاتة كيلو عشان تكونوا عارفين بالاخر بنهاية الوصفة الكيلو بعمل ثلاثة كيلو تمام هلا اعملنا السميدات عندنا الفرخة و بدنا نحكي عن الدهن وهو اهم مرحلة السميد اذا كان مبسوس بطريقة صح من الدهن كل وصفة تزبط اذا كانت هذه المرحلة غلط كل شيء بيخراج بتصيري تاكلي بس طعب تمام هلا انا بستخدم سمنة البلقة لبنكهة الزبدة انتو بتعرفين منها حجمين ممتازة بتضيف نكهة فوق الزبدة عفوا وبتعطي تراول للكعك فترة اطول حلو تمام 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 فانا باخد كوبين ونص تقريبا من الدهن كوب ونص نفطلت زبدة وكوب سمنة او نفطلت كوب سمنة وكوب ونص زبدة حلو اعكسوهم المهم نص بنص زبدة لحال بسيح سمنة لحال ناشف ناشف تمام عشان هيك مرات بتحسي عند ناس بتكسر تكسير وناشف لانه بيكون كمية الدهن قليلة ولانه بيستخدموا فقط سمنة الزيت على المعمول مع بنحات احكي لكم واحد الاشياء اللي كنت اجربها يعني بزمناتي والتي ما كانت تعملها بس في مره دوقت معمول عند حدا من يعني اصحاب عيلة اخواني كان كتير زاكي فقالتلي بحط زيت السيرج انا ايش الواحد بلوح خلاص عتا سهيل بيشتغل بيجرب ما كنت احس بيضيف اشي وصرت احس انه اوكي باول اسبوع بيكون كتير طريب بعدين بيبلش ينشف هاي الوصف بيضلها شهر طريب فحطينا زي ما حكينا طيب خليني بس ابسوا بالفاصل عشان نختصر هاي المرحلة لانه المعمول كتير سهل بس اذا عملنا صح هلا انا حطي زي ما قلت لكم سمنة البلقة اللي بناكت الزبدة كوب وحطيت كوب ونص زبدة او نص بنص كوب ورمع كوب وربع حالي عشان يزبط معي لسميد مليون بالمية ويطلع مبسوط الطريقة كتير حلوة لا مااخد اشي اكتر ولا مااخد اشي اقل طبعا السمنة والزبدة لما ندوبهم يكونوا بحرارة المطبخ بيتبسوهم بالتدريج يعني انا هلا حطيت كوب لانه معيار الكوب اللي عندي نص كوب حطيت انا هلا كوب بعد شو بعمل ببس بس ضيع الكوب الاول بحط الكوب التاني وبالاخر بحط الاخير اللي هو نص كوب نص كوب ممكن تحتاجه كامل ممكن لا شايفي راح هلا عندي الكوب الاول على السريع هايو شو فيما احلا سريع الموضوع موضوع سميد الفرخة سهل هلا اذا سميد الخشن ممكن يحتاج معي دهن اكتر هلا اذا بتقولولي والله كتير امتياز لا مش كتير ابدا هذا المقدار الصح اللي عم بعطيكم اياه عن تجربة هلا انا هيك صرت حط كوبين برضو راح ابسو بعد الفاصل بكون خلصت البس لانه بدو ينبس تقريبا عشر دقايق بعدين بحكي لكم كيف نعرف عن النظر انه انا حطى كمية الدهن الصح حلو هذا اهم اشي الواحد صير يعرف على النظر عشان مع الوقت صير تضبط مع الامور طيب اذا نصار في عنا رابحين وبهذا الجزء راح نحكي اربع اسماء اربع رابحين راح يكونوا معنا قبل ما نطلع اول فاصل عنا جائزة جائزتين من اشتال جائزة من نون وفيوتر وجائزة من البطيخة الاسم الاول معنا او الرابح الاول هو معز عبدالجواد الف الف مبروك يا معز جائزتك مقدمة من اشتال اما الجائزة الثانية من اشتال فهي من نصيب عمر قنديل الف الف مبروك يا عمر قنديل ويا معز جائزتكم المقدمة من اشتال أما الجائز التالتي فهي من نون وفيوتر من نصيب ثورية شناك ألف مبروك يا ثورية كمان والرابح الأخير أو الرابح الأخير معنا لليوم جائزتك مقدمة من البطيخي من نصيب فارس الرواشتر ألف مبروك يا فارس وألف مبروك لكل الرابحين لأربعة معنا أكيد لسا معنا جوائز كثيرة كل حلقتنا اليوم ظلكم احضرونا عبر صفحاتنا على الفيسبوك وعملوا شيروا لايك وكتبونا كمان كل أسئلتكم لنجاوب عليكم أول بأول فاصل صغير ورح نرجع اشتركوا في القناة أهلا وسهلا فيكم معنا جديد مكملين معاكم بيحلقتنا لكلها معمول عشان احنا كلنا بنشر نحضر كمان للعيد وعم نعمل معمول للعيد وهي الطريقة يعني ضمنتكم إياها شف امتياز 100% وصل لها كزا سنة عم تعملها كل الناس اللي جربوها عجبتهم كتير بدرجع أذكركم بني احنا معاكم عبر شاشة عمان تي في وعبر ريديو فان وكمان عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كتشن وعمان تي في أوفيشل تقدروا تعملوا لايك وشير للحلقة لأنه معنا جوائز قيمة جدا عشان يكونوا من نصيبكم هالجوائز كل ما شاركتوا أكتر معنا على صفحاتنا على الفيسبوك وكمان زينتكم أسئلة بتقدروا تكتبوا بالتعليقات لحتى أن نرد عليكم موهي 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 صحة المهم طيب قبل ما نرجع للوصفات المعمول هلأ انضموا لنا أكيد حبيبة بعثوا لنا كل الضيافة العيلة رح تروحوا تاخدوها منكم بس اللي رح أحكي لكم يا هلأ مش موجود غير بفرعينهم الاجداد اللي هو فرع ضبوك وفرع صرح الشهيد اليوم رح أكون أنا موجودة إن شاء الله بفرع صرح الشهيد كنت بضبوك أول بعد شباب بندن يجي بناشني يجي بدأ انتروا مخلص برعجب بيتي عشان ما أضغلبش فريحة اليوم عشان أاخد ضيافة العيد كمان من هناك فدين رح تشرح لكم عنهم أكتر ولكن لازم أحكي لكم أنه في عندهم خصومات خاصة هلأ لمدة أربع أيام فقط في فرعين شارع في ضبوك وفي شارع صرح الشهيد أو في فرع طبربور وهو بسموه طبربور بس أنا ودينا السراحة لفت انتباهنا اللي غريبة بالنكهارت اللي بعتينها أرويا كي ما حفظنا كتير بس السادة في سادة بالفستو بالإرفة هاي إش هاي ممكن تكون كاكاو وهيل وكاكاو وكاكاو وأهوة فيه أهوة كمان طلعوا قديم تكتكي غريبة بالنكهات وهيك قديم تكتكيون ومرتبين تقدري تضيف بالعلبة نفسها يعني ما في داعي أنك تحط الماضية في قد ما هي كتير مرتبة وهيك بتكوني ضيفتي إشي غريب احنا متعودين على الغريبة السادة هاي مع نكهات رح تكون مختلفة وتخيل كتير طعم إسنا زي ما إنتي حكيتي محطوطين بالعلبة بطريقة حلوة فخلص بتخلوهم بالعلبة وتضيفوهم أما الشوكولاتة أنا ودينا نفسي بقولها لسه اليوم أنا رايحة أجيب للبيت فلازم أنت لازم جبتي قبل والله لو بعرف كان جبت أنا طلعوا أحلاها بجنن وقدام تكتكين مرتبين برضو هاي العلبة جد فعلياً فش دعي تحط بي مظيفة العلبة جاهزة منها وفيها الإطاع هيك صغار كل واحدة حتى فيه أكتر من شكل كثير متكتكين ومرتبين صح وهاي ماركتها أكيد سوليدير ماركة خاصة بحبيبة ومصنعة خاصة لحبيبة برضو متوفر بفرعينهم زي ما قلت لكم بضابوق وبيصرح الشهيد إضافة للمعمول رح رح يحكي عنه خلال الحلقة إن شاء الله طبعاً دا وجهة تحييلة بندري اللي اليوم ما قدر يكون معنا لأنه بقول لي بسم الله ما شاء الله كتير ضغط قبل عطلة العيد عشان يعني تجهيزات العيد ومعمول العيد وكل هاي التفاصيل فبدنا نوجه له تحييم أنه كان خلص جزء لا يتجزأ من البرنامج طيب نرجع للمعمول قبل الفاصل شو عملنا حطينا كيلو من سميد الفرخة عليهم كوبين ونص من الدهون أنا حطيت نص بنص يعني زبدة مع سمنة درجة حرارة المطبخ لازم يكونوا لازم مش حامي أبداً بعدين كيف أريد أعرف أنه أنا ما أخذ المقدار الصح طلعي لأول إشي على جوانب الصحين ما في دهن الزيادة إذا حسيت في دهن زيادة معانتوا أنا ضايفة زيادة بقدر أرجع أضيفة شوية تسميده أبسه هل أدل حياة سهلة بعدين لما أجي أمسكه كيف أعرف أنه ما أخذ دهن الزيادة تطلعوا أنا مسكتها من هون ضغطت عليها شكلت على شكل إيدي بس لما أرجع أضغط عليها بإصبعي ترجع زي الرمل مليوم اللي إذا ما رجع زي الرمل بسهولة معناته أنا ما أعطيها دهن الزيادة هيك أمورها ممتازة يفضل أنه يرتاح السميد لمدة يوم بكفي يوم يومين بتطلع ممتاز وأسكى ومتشرب ومتفتح الحبات أكتر بس طول ما أنا أستخدم سميد فرخة أو سميد ناعم أموري يوم بالتمام ما في داعي لأكتر من هيك على الفاضي بتعدي وقت على الفاضي خلس إذا سميد خشن تركي يومين بس الخشن لحاله أنا برجع بأقولكم بنشاف وبصير يفرطوا بسرعة صح صح أخلطوا خشن مع ناعم للناس بتحدي تستخدم الخشن بس نصيحتي فرخة خلس مدى عن تجربة يعني الواحد عشان يطلع نتيجة مضمونة يعمل الشغلات اللي عن تجربة من يوم من يوم هكنا ضمنين النتيجة ان رح يطلع متل ما بدنا وزيادة أنا هيك أمهاتي وسيداتي الحلوية لما كنت أنزل الوصفات يبعتوا لي أحلم نحبه بالخشن بسير نحط خشنه ناعم أنا بحكي لهم بسير بس بعدين رح تجربت عشان أشوف الفرق السراحة هاي أزبطهم بس بتقدر تحطي خشن مع ناعم بس تركي يومين وثلات في ناس بقول لك مبارحة بقرأ وصفات إنه أسبوع إيش أسبوع بس سبيل لا خلص خلص راح هذا الزمان هذا من نصر رمضان نبلش أحنا بكعي من يوم المئة من يوم المئة طيب هلأ عشان ناخد نكهة طيبة للمعمول من أن نحط لكل كيلو احفظوها معلقة صغيرة من المحلب بتشتري أنت على مقدار المعلقة الصغيرة معلقة كبيرة من إبهارات الكعك لكل كيلو أنا دابلت الكمية بدابل هدول القصاص تمام وبحط معلقة صغيرة من المستكا وأنا المستكا بجيب خمس ست سنون بطحلهم مع معلقة سكر وبستخدمها مستكا ومحلب إذا زادوا المعمول بمرر صح ولا يمكن في حل أنك تضيع المرار اللي رح يصير من المستكا والمحلب ما في إلها حل فلا تزيدوها إبهارات الكعك بتغمأ فكما ما من نزيدها كمان مش حلو منظر الكعك يكون غامل مليون بالمي بعدين رح أخذ سكر بودرة كل كيلو أنا بحط له نصف كوب تطلع حلاوته معتدلة أنتو بتقدر تحطوا كوب بس بطلع حلو كتير لأنه تمر حلو بعدين شايفي أنا بس هيك تحريكة سريعة ورح أضيف عليهم كوب من اللطحين إيش الفكرة من اللطحين بهاي الوصفة اللطحين يا جماعة بيخلي اللطحين ماسك حاله لما تيجي تكليه ما يهرهر من إيدك تمام فإذا حطينا لكل كيلو من سميد الفرخة كوبين ونص من الدهم بسناهم تركناهم يوم يومين بعدين بلشنا نشتغل فيهم حطينا كوب من اللطحين نصف كوب من السكر البودرة معلقة كبيرة من بهارات الكعك الموجودة عند أي عطار وحطينا معهم معلقة صغيرة من المحلب معلقة صغيرة من المستيكا بإيدي على السريح حركتهم مع بعض أو بسيتهم بس سريعة بس بدي تعالي عن جد هيك ريحتهم كل المعمول تفرق ريحته كل المعمول روعة تمام روعة الخلطة عن جد بعدين هلأ كل شيء معلومة مهمة المعمول بنحط اللوش ولا شيء سخن لا حليب دافي لا سمنة دافية كل شيء بدرجة حرارة المطبخ اللذي أستخدم من نادك حليب نادك تقريبا كل كيلو سيأخذ معي كوب ونص من الحليب بس عشان ما تقولي أنا بحكي لكم كل المعلومات الحليب ينحط بالتدريج هلأ راح أخذ يهو كثير بوسخ المعمول نص معلقة صغيرة للكيلو لو كانوا ثلاثة كيلو بحط معلقة صغيرة المعمول ما بتخمر بدكم تديروا بالكم من هاي المعلومة الخميرة فكرتها انه تخلي طري فنص معلقة صغيرة يعني إذا كبترنا ممكن ينفش ويبطل شكله بنفش ويروح شكله حلو بصير عجينة فبتكم تديروا بالكم حطيت قلنا نص معلقة صغيرة للكيلو الرطل بياخد قلنا معلقة صغيرة تمام؟ وبنشغل فيه على طول هلأ بدي أبلش أحط ماء زهر برضو نكهة وريحة حلوة تمام؟ وبدي أحط عليه الحليب بس بالتدريج لأنه متى ما خبصت الحليب وعملت في إيدي زي هيك انسي راحات الفكرة خلص نعمل كعك بعجوة ساعتها من اليوم بتعملي كعك أساور إذا بدك لأنه عجينة خلص السميد بيبطل السميد من تحت لفوق يبير ريحة ماء الزهر بس تحطوها بتفرق لا ريحة الخلطة مش معقولة فيه ناس بتقول لي امتياز ما بحب ماء الزهر استغني عنه ما في المشكلة الناس بس اللي بتحبه السراحة بيعطي ريحة ونكهة حلوة تمام هاي شوفوا تطلعوا كيف من تحت لفوق بس بقلبهم يعني من تحت لفوق بعدين بيأصابعي هيك عشان الفردة تظلم فرفل بيسموها هاي أنا الكوب الأول تقريبا بالتدريج تخيلوا أنا قدي بأعمل معمول بخافي كتير من موضوع الحليب هاي حطيت أول نص كوب طبعا بدرج حرارة المطبخ قلنا يعني الحرارة العادية وهي نص الكوب الثاني اوكي تفقنا تفقنا هيك هي رح تحتاج كمان نص ممكن حسب نوع السميد لانتو رح تستخدموا بتحتاج اكتر اقل فعشان هيك قلتلكم موضوع التدريج انا هيك بالنسبة لي اخذت الكوب ونص بالزبط هلأ بدي اريحها خمس دقايق شوفوا هي هيك امورها ممتازة نفطرد يا امتياز كترت شوي حليب ارجع شو اضيف ترجع وتتركيها شوي بن شاف تتشربها اه اوكي نظفيش ولا اشي ما نرجع نضيف اشي هيك انا بالنسبة لي ممتاز العجينة رائعة حالا بحكي لهم كيف لازم اغسل ايدي على ما انتي تربحي عشان امسك واحدة وارجيهم كيف العجينة رائعة تمام اذا خلينا نحكي عن اسماء الرابحين لنرجع نشوف العجينة صار معانا ثلاث رابحين بهذا الجزء من حلقتنا كمان جائزتين من اشتال وجائزة من البطيخي الاسم الاول او الرابح الاول معانا المقدمة جائزته من اشتال اللي هو اراك الفرحات الف ألف مبروك يا اراك اول جائزة معاك معانا بهذا الجزء من حلقتنا الجائزة الثانية المقدمة من اشتال كمان من نصيب صباح لطفي الف ألف مبروك يا صباح كمان لجائزتك المقدمة من اشتال والجائزة الاخيرة المقدمة من البطيخي فهي من نصيب غدير دعجة الف مبروك يا غدير كمان جائزتك المقدمة من البطيخي والف مبروك لكل الرابحين بالجزء الابل والجزء الهلو كمان لسا راح يكون معانا جوائز ثانية فضلكم شاركونا ليكونوا من نصيبكم فارجينا العجينة قبل ما نطلع بدي ارجيكم العجينة الدي بتجنن تخيلوا انا حطيت الحليب بالتدريج مدانه انا عجينتي بس اشكلها ما عم بتلزق بايدي ما مطلع منها بايدي شي عشان اذا بتلزق بالقالب معناته حليبك الزيادة وما فيها اي شقوق بس ااجي اشكلها معناته عجينتي مالها ما اخذ المقدار الصح من كل اشي حلو ممتاز تمام نتركها خمس دقايق بهدول الخمس دقايق قبل ما نطلع الفاصل على سريع بس عشان اعجن العجو احنا بالفاصل دوبت ثلاث معالق من الزبدة رح حط عليهم معلقة كبيرة من الهيل معلقة كبيرة مش هاي هاي جوزة طيب من الارفة كل كيلو بياخد معلقة كبيرة من الهيل معلقة كبيرة من الارفة ورشة من جوزة طيب ورشة من كبشة القرنفل ثلاث معالق من الزبدة وليه زبدة الزبدة بتخليها طرية للعجوة لشهر ما بتصير سودا طبعا لازم تستخدموه عجوة شقرة اكيد وغيرنا ما بتصير سودا وبغماء لونها ما بصير فيها مرار صح وهي هذا اللي بتاكلوه عندي كتير ناس إنه بيكون طعم العجوة فيها مرار فيها مرار صح فزبدة أنا هلأ رح أعجنها وبعد الفاصل رح نعمل الفستق والجوز كيف نعملهم كحشوات بعدين من بلش نشكلتين ثلاثة لنروح لبقية وصفاتنا لليوم حلو تمام إذن هلأ سهل وقت الفاصل رح نجع نكمل معمولات العيد خليكم معنا موسيقى أهلا وسهلا فيكم معنا جديد مكملين معاكم بحلقتنا لحتى نشوف في المعمول هلأ كيف عملنا الخلطة طبيعته وعملنا العجوة هلأ رح نعمل الجوز و رح نعمل الفستق الحلبي بس أكيد أرجع أذكركم أنه إحنا معاكم عبر شاشة عمان تيفي و عبر راديو فان و عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تيفي كتشين و عمان تيفي أوفيشل حتى تشاركونا بالحلقة عندكم أسئلتكم و استفسراتكم تكتبون لياهم بالتعليقات وعملوا لايك و شير لأنه معنا كتير جوائز قيمة بي خلال شهر رمضان كاميرا حيكون من نصيبكم كل ما شاركتوا أكتر وعملتوا شير وعملتوا لايك أكتر وأكتر نرجع للحشوات الثانية بس عشان أحكي لكم شغلة أن أبهكم على شغلة أنا بستخدم إيدي بالمعمول ما بعمل أشياء بالقلافز حالي حالكم في بيتكم بس أنا دائما أصأ أضافري على الآخر على الآخر حتى بالأيام العادية حتى لبيتي دائما أصأ أضافري على الآخر هو اللي دائما بشتغل المطبخ لازم بس عشان أنه المعمول بلزق بالقلافز وكذا ما بقدر أشكل ولا أعمل ولا إشي مبارح نزلت لكم كيف تشكلوا السبع طرق للمعمول رح نعمل منهم تنتين ثلاثة اليوم على السريع بس عبالما أشكلهم نفوت على السريع على كيف الجوز والفستق نعملهم حلو الفستق الحلبي أنا بضيف له ماء زهر الجوز بضيف له إرفة خلص أمدقيم كل هدول السراح عشان أقدر أنا وياهم نحكي خلصنا من كل إبهارات من كل إشي والمعمول عن جد عن جد أنا بالبيت بشتغله على الأرض بفرش شرشف بحط لصدوره جنبي هيك تفاصيله مختلفة المعمول أنا بحط عجي هاتين سكر سواء على الفستق الحلبي عشان السكر بيعطيه طعيم وبحط على الجوز رشة إرفة وماء زهر وعلى الفستق الحلبي فقط ماء زهر بعدين عندي الأطر من جوز ويد أعجنوه بأطر وشكلوه كرات زي ما عم تعملو كرات العجوة حلو فبيكون أسهل عليكم بالاستخدام وإذا بدكم نصيحتي إذا أنتم كنتوا بالبيت عددكم قليل يعني المعمول بياخد وقته جهد أعملوا العجوة والجوز والفستق قبل بيوم آه هيك بتكوني خطبتي والتاني يوم أعجنوه وشكلوه ما تعديش تعمليهم كل مفستق اليوم والله متعب كتير متعب المعمول على فكرة تمام خطوصاً اللي بيعمل كميات يعني مليون بالمئة هيك عندي حشوة الجوز وعندي هلا حشوة الفستق يعني بس اللي بفرق بالجوز إنك بتضيف قرفة بضيف قرفة الفستق الحلبي ما بل بقلو أبداً لأبداً لأبداً الفستق الحلبي ما أزهر بتحطوا معلقتين على كل وقية أو بتحطوا مركز الفستق الحلبي وبعدين بتعجنوه بالقطير عفوا من جوز وصويت تمام هكي صاروا جاهزين سريعاً جداً أورجيكم العجينة أدي حلوة العجينة إذا كانت مرتاحة وماخدي وقتها أهلا خمس دقايق فقط بعد من عجينة هذه العجينة طلعوا مقاح لها ما فيها شقوق تطلعوا إذا بضغط عليها أهم شيء للعجينة تطلعوا كيف ما يكون فيها شقوق اللي بتفتح من النص فناخد واحدة عشان بدي أشكلكم على السرعة نتين روح على وصفة مع كارونا سهلة لازم نعملها بس خليني أحكي لكم هلأ طلعوا كيف شوفوا ما بتلزق بأيدي نهائياً ما عم تتشقق وأنا عم بشكلها بتماسك كتير مني ورح أخد العجوة بلفهم كورات أنا اعملوها الحجم اللي بدكم إياه هاي هيك الكرة ورح أحكي لكم إن شاء الله تصدمكم فيها أنا هذا اللي سميدي اللي بسيته هلأ يعني مش مرتاح آه يعني بصبب تخيلوا لو كان مرتاح عديفخ انطلعوا العجينة هاي ها شايفين شقوق أنا عم بعمل فيها لا معناته ماخدي مقدار الحليب الصح عم بتلزق بأيدي لا معناته برضو ماخدي مقدار الحليب الصح هلأ أنا باخد هدول تعوين العسل بعمل بالنص هالفتحة الحلوة ومن مبارح الناس عم تسأل من وين ها المنقاش الغريب هذا المنقاش من الجزائر بس هذا نفس المنقاش وحال أي منقاش يعني بتستخدموه طلعوا واحدة من التشكيلات اللي أنا بعملها بحط أنا أول شي بشكلهم كلهم كرات بعدين بحشيهم كلياتهم بعدين بشكلهم قبل ما أخبزهم عشان هيك بيضل شكلهم هو هو لي ينخبزوا آه أوكا يا سلام هاي واحدة واحدة تانية أو بتجيبوا زي ما قلتوا الجيران كلياتهم يساعدوكم وهم الموضوع واحدة تنقش واحدة يتحشي واحدة يتشكل برضو آه بسي برضو سهل برضو سهل طيب وبعدين عندي بدي أعطيكم كمان شكل ثاني وشكل ثالث ونروح للوصفة اللي بعدها يعني شوفي أنا مش مستغربة من حالي إني بلشت أحب المطبخ وبلشت أعمل أشياء ما كنت متخيلة إني أعملها يعني عشوية إذا بتشدي علي بري واحدة أعمل لمعمول والله بتعمليها إنتي اسمعي والله سهل سهل بس هو اسمعوا الصبايا الإجداد بلشوا بس في كيلو أرجوكم لا تعملوا وكل الناس اللي بيعملوا المعمول لا تعملي أول مرة بحياتك معمول ثلاثة كيلو تسخربي ثلاثة كيلو أو ما يزبطش معاك شغلة من غير الشر أو تديدي نكها وتضيفي نكها تخربي كل التفاصيل لا حرام عشانك جربي كيلو اضمني أنه أنت عرفتي الوصف صح وخلص هيتطلعوا هاي الشكل آآ وين إيدي أنا أعيب هاي هذا الشكل وهذا الشكل آآ هلوين كتير هلأ أنا الجوز بخافز عليه على نفس الشكل اللي أنتو شايفينه هلأ هلأ أنا فكرة الجوز أنا بتحسي ممكن إذا الحشو شوي زيادة ممكن ما تزبط معنا العجينة هلأ بلفوهم كرات أنا بس لأنه ما عندي وقت السراحة رح أأخدهم هيك بس لفوهم كرات بيكون موضوعهم سهل كتير زي العجوة هاي بدي أشكلها بس ألفها كرة لأنه في ماء زهر وفيه قطر فطريقة تشكيله شوي مختلفة آآ صح ناخد هيك بعدين تقدروا تعملوا بس هيك عشان أميزها إنها جوز الفستو الحلبي بتقدروا تعملوا بشكل مختلف أو بتقدروا تعملوا ورقة شجرة كله نزلت لكم يا حتى تشوفوه حلو طيب كنت هلأ بدأسألك لأنه شايف الجوز بتكسري تقريبا منيح بس مش نعمي كتير صراحة نعمي كتير مش طيب هاي الجوز فصفة عنا هاي وعنا هاي تانية وعندي هاي وهذا الشكل هالآخر شكل بس يا رامي عشان روح الوصل بعدها عشان رامي اليوم نبهني اللي امتياز والله يتجعلك ما تسلميني يا مع الوقت آخر واحدة رح نعملها الفستو الحلبي درجكم كيف بحب أعملها عشكل شجرة الفستو أنا جايبيته أصلا من المحمص مبشور عشان ما أقعد أطحن أنا ولا أبشور أنا بس بدي أعملها بالبداية عشكل دائري تمام بعدين عشكل إصبع آآ وأضغط عليها شوي بأيدي يشوفوا العجينة وأنا تخيلوا اللي سميد ما بسيته يومين آآ أتخيل أقدسها لتعامل معها يعني طلعوا بعدين هاي بس نرؤها أكتر عشان تكون حلوة هيك ونعطيها ورقة شجرة هيك خلاص هيك أمورها حلوة يا سلام بعدين من النص بالمنقاش بعدين هاكذا يا سلام بتصير عندي فستو حلبي مميزة آآ أحري أنهم مميزين هم إحنا كل واحدة شكل هاي ها هيك أمورها ممتازة كتير حل شكلها كتير يعني أنا مثلا بالبيت بحب هذا الشكل أنا كتير كتير صراحة كل واحدة بتطلع معاي كل صدر بعمله شكل وفي هاي 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 مطلعوا مع أحلاخهم كتير حلوين كتير بجننوا طيب بنا نحطهم عصنية الخبز وندخلهم على الفرن المعمول ما بحب أكيد الحرارة الهادية الفرن تكون محملته كتير منيح خمس دقايق الحرارة إذا كان فرن عربي وسط بفوق أول بعدين بنزله يتحمر وجهه ولازم دائما من تحت إذا تحمروا وجهه قبل على فكرة يكون معجن شوي أو بنشف شوي زي ما قلت لكم أول شيء يشكلوهم كرات احشوهم كاملين ارجعوا ونقشوهم أو اعملوهم كمان بالقالب اللي بيت كوميا قبل ما يفوتوا على الفرن المعمول ما بتخمر احنا حطينا فيه خميرة خمس دقايق ريحنا اشتغلنا فيه حرارتنا ميتين من حمروا من تحت بعدين من حمروا من فوق نروح هلأ هيك خلصت لكم وصفات المعمول كاملة أتمنى انه ما أكون يعني أصرت في معلومة أو بفكرة وأكيد رح يزبط معكم يعني مش طالعا أحكي لكم على الهواء انه ما رح يزبط 99% إذا اتبعت تفاصيلي هو الضابط معي بنروح نعمل صلطة سريعة بنعمل كمان فول للسحور بطريقة كتير حلوة ناخد معديرهم نحن نحتاج معكروني مسلوقة زيتون أسود شرائح زيتون أخضر شرائح كوبة دونس من أشتال نص كوب لبنة نص كوب مايونيز معلقة صغيرة ملح من الكسيح ومعلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح كمان رح نحتاج ربع كوب ليمون نحن ربع كوب سماء نص كوب نعنع من أشتال وسنتو مهروس أما لقلاية الفول بالبندورة فرح نحتاج علبة فول زمزم حبتين بندورة مفرومة سنتو مهروس ربع كوب مي معلقة صغيرة ملح من الكسيح معلقة صغيرة كمون وربع كوب طحنية من الكسيح ربع كوبين criminological الجائزة الأولى مقدمة من حيدر مراد والجائزة الثانية مقدمة من حبيبة جائزة حيدر مراد وهي الجائزة الأولى من نصيب بيان إياد ألف مبروك يا بيان جائزة المقدمة من حيدر مراد أما الجائزة الثانية المقدمة من حبيبة فهي من نصيب كوثر عبد الفتح ألف مبروك يا كوثر كمان جائزتك عليكي لسه أكيد معنا جوائز ظلكم معنا وتابعونا وشاركونا أكيد على صفحتنا على الفيسبوك عمان تيفي كتشن وعمان تيفي أوفيشل باصل وراجعين اهلا وسهلا فيكم عن جديد مكملين معاكم بحلقتنا بما انو عملنا المعمولة سروقت هلأ وصفات ثانية خفيفة سريعا نعملهم بس دي اجع اذكركم مرة ثانية ولكلين ننضمو لنا هلأ انو احنا معاكم عبر شاشة عمان تيفي عبر ريديو فان وعبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تيفي كتشن و عمان تيفي اوفيشل دائما كلما بتحضرونا وبتابعونا عبر صفحاتنا وتعملوا شير اكتر و لايك اكتر للصور كمان تكتبو لنا اسئلتكم وتعليقاتكم يكونوا بنصيبكم الجوائز القيمة اللي معانا ومنربحهم بكل حلقة من حلاتنا بشهر رمضان نرجع ونشوف شو عملتنا هلأ وصفات سريعا جدا عم نعمل هيك وصفات خفيفة لأولا مثلا ببيتي اليوم مش طابقة وعلى سيرة الوصفات الخفيفة لطيفة قابل ما نروح نحكي الوصفات الخفيفة شغلة عن حبيبة نسيت اقولكم اياها انو حبيبة عملين 15 بالمية خصم استغلوا على الشوكولاتة وعلى المعمول على كل الضيافة العيد اللي انشفتوها اليوم معانا بفطور صحول موجودة فقط بفرعينهم اللي بضبوك واللي بطبربول روحوا عليهم اليوم بلكل تقيل انا وياكم هناك وتصورنا وهيكا وأكلنا ودوء لانو بعد الفطور كتير طيب المعمول كتير طري سواء اللي بالجوز اول فس انا حطتها العلبة بدي افتح لهم اياها احنا فتحناها داك المرة بالتمر خلينا افتح الجوز هالمرة طلعوا شغل بيت يعني كأنو مانطق عام للمعمول وطلعوا طلعوا بس انا عشان دا احط ايدي قدي طلعوا الحشوة كيف موشو الله مليانة شو سيحبه وعلى جد الحشوة مليانة يعني هاي فكرة يعني موضوع كتير مهم لانو داما مست نشتري معمول من بره بتلاقيها كلها عجينة ومجوه فاضي ما فيها ايشي مليون مليا وكتير في ناس بالاضافة انو حتى علنا انو المعمول سهل وطريقته حلوي وهيك بس كتير في ناس ما انهم مؤت اصطر وصبايا بالذات ما بتحبتو نتخلص بشتري كيلو اسهلي واسرعلي كل هاي التفاصيل بس احنا منحب هون بفطور صحور نعذي للجميع اللي هن يحبينهم عم بطلع لكم على الشاشة اكيد الشريط الدهبي فيه سحون الضياف البتجنن للعيد في عندهم تفاصيل كتير حلوة راح تعجبكم اتروح على فرعين هول من المقابلين او اللي بيه خلدة وبرضو عمين خصومات حلوة عشان اللعيد نرجع السنية للفول هاده قطيب صحن فول انا بحبه كتير فول بالبندرة والطحنية حلو كتير طعمه طيب قبل الفاصل عشان رامي خلاها هتطلع علي مفاصل غلما احكي ولا كله اليوم بامنت مع رامي بس رامي انا هلا ايش الله اخد لي حقه منه رامي اذا كت اولي شخصيتك احنا راجعين على الهو والكل ولا حدا على مكانه احنا واحنا واحد فينا كلنا من دينا لكل حدا حكيك على الفاضي طيب حطينا قلينا التوم لغ تغير لونه حطينا حبتين بندورة مقشرين وتركتهم على النار مع ربع كباية ميل لدابت عندي البندورة باخد علبة فول غاسلتها انا كتير منيح وبحطها ورح احط عليه رشة كمون ملحاتي اكيد من الكسيح وعننا الفلفل الاسود كمان من الكسيح تخييري وصف كتير زاكي بعرف انها شوي غريبة احنا شو تعالين لا تكون الفول بالبندورة صح بس استراحة كتير طيب انا بحب الفول كمان بكل اشكاله وهلأ هو على النار بس بدي على السريع لانه الفول مسلوء اصلا بيجي بالعلاب فما بده وقت فما بده وقت يدوب ثواني الكمون بعطيه طعم كتير طيبة بخفف من نفخته لانه في الناس بتدايقه من الفول ما انه مشبع وبيعطش فاليوم انا يا دينا حلسة مش طابخة شو بدك تملي؟ خاش نكفي ولا رمضان ما طبخت يعني انتي صراحة 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 ولا يوم يعطيك الف عافية بتطبخ هون وتطبخ بعض وبتصور وصفات وما برفع حجة كنت كنت اسمع لازم احكريك مبارحب كيت على الفجر لسه اليوم اه والله هلا بكيت بلجت التعب مش التعب لا والله انا بصور وصفة من كل حلقة وبنزلهم اياها على السوشال ميديا تكون مختصرة تمام فان انا بصور وصفة المعمول السميد اوكي ومخلصيت انا المعمول السميد انا مطلق قبل اسبوع باش اشتغل فيه عشان يكون جاهز ذلك بعدين بحق قررت اما انتج الفيديو لقيت البديوهات ضايعة عم فضحين لا أصدقهم بجذب الغلط، لا أعرف ماذا حدث اسمعي، إنه بس ماسكي التلفون هي كنت نعب إنه ما بدي أعيد إنه ما بدي أعيد الوصف، ما بدي أرجع عمل مأول جديد نكفي كمان نعيد المعمول كمان مرة يعني كثير صراحة لك أسبوع عام تعملي معمول مليون بالمئة، طيب أنا هيك صارت جاهزة بالآخر بأخذ شوي من طحنية الكسيح اللي هي هيها بحط شوي على الخلطة وشوي على الوجه هاي طحنية الكسيح بتصير هيك جاهزة أنا ما بحب كثير، وبحب أصلا أكلها بالمئلة، بس هيك أمورها رائعة عشان نقدمه فول، وبدنا جنبه أكيد حمص أنا زلوم أكيد كالعادة حطي لي الحمص الجاهز للاستخدام زلوم أكيد متوفر بكل مكان طعمه طيب، لا بده ملح ولا بده ليمون ولا بده طحنية جاهز قوامهم يعني كيف دي أقول لك ملس البكيت على قد الصحن، تحتفظ فيه فطور، صحور، غدا، عشا بديك تحطي ضيافة اللي بدك يا لما نكون إحنا حطينا عشان إلا ما نحط حمص جنبه طبعا دايما، ما شاوي إلا ما نحط جنبه طبعا كمان من الحمص الحلو فيه كمان ما توفر بكل مكان، سعره كتير ممتاز وأمين يعني اللي بتجري من المطعم أيام بحمض، صح مظلوس هذا مستحيل، خلص، بتاخلي، بتحطي البكيز اللي بدك يا وخلص بالضبط، وغير إنه رائلة ممكن تفتح، ممكن تسلت، إنه تنكسر، تسرب منها الحمص فهي مسكر كتير منيح، بتقدري تخطيها معاك وما بدك تروحي، خصوصا هلا ربيع ورحلات ورح نصير نأخذ معنا أشياء لننطلع بره البيت هيك بيكون أمان ومغلف مية بالمية مليون بالمية، أنا السرح لأنه قلت بنقول لهم الفكرة تاعت الوصات المحضرتها بالبيت اليوم حصلنا فترة أصلا الحمص ما منقطع لنا من البيت الحمد لله لأنه عم نجيبوا ومنحطوا كل يوم عشان رامي، رامي بعشاء الحمص بس بدي أخذ من أشتار شوية بقدونس، تلعوا الصحن، تعملوه بالبيت، بالله عليكم، كأنني أنا فاتحة مطعم بالله بجنن، والله شغلت فتحي مطعم، خلص أنا بقول والله لازم، هلأ بحكي لكم سر، المهم، مبارح كنت طابخة، بعدين أنا كنت آيلي لشف رامز بديواجه له تحية أكيد، بواجه تحية لمحمود قلت له يا الله شجاع أبالي أكل صجيات بتنجان، ولا عشان عم بيجو برمضان والدنيا الصيام ما بس أحلك إنك يعني دوء إيشي أو تأكل إيشي، خلصت أكلت من الشغلة، فنباح بعتلي هالأد والله العظيم صجيات بتنجان على البيت وصلتني على وقت الفتور بالضبط هالأد، أد مكانة زاكية، أد مكانة طيبة، بدي أذكركم بالشين أكيد، الشين موجودين عند دواري الثاني، اسم الله المحل، الأكل طيب، القعدة حلوة، وكمان روح المكان حلوة كتير، كتير، فلابد أنكم تروحوا على الشين لحتى تفطروا هناك أو بفترة العيد تكونوا هناك أكيد، طبعاً هو عن جد فعلياً بتحسي حالك قعدة بالبيت، لسا حسدينها، خلص صار ماري أسبوع على طلع الفتور، بصراحة، راحت عليكم، راحت عليكم حكيت للشيف مبارح لما هلأ رامي يعرف أنك بعثت لي بطاطا حرة، وبعث لي صنطة بوملي، وبعث لي كمان عصائرة، والله يا رامي أتمنيتك معنا، أصف رامي بارح، أتمنى أسمعي بس كلكم، وصجية البيت الجان، يا الله يا رامي راحت عليك سمعيش في جامل أنا أتمنى أنك تكون موجودة صعبة دائماً نتمناك مثلاً كي يجي معنا على الأحراء، حتى عيد نروح على الدينة هلسة، إذا تشد علينا اليوم نروح اليوم نروح اليوم عن جد، على أدما الأكل عن جزاكة والقاعدة كانت بتجنن، قد تسلينا العيوميتها كانت عن جد، راحت راحت المكان طيب، قبل ما نطلع الفاطر عشان إذا ما أسكت دينة، الهو مستحيل، طلعني طيب، دعنا نعمل الصوس على سريع، هلأ هاي صلتت مع كارونا كثير سهلة كثير بسيطة و راح تحبوها برضو من النصفات البسيطة في رمضان، وإحنا عشان نعمل معمول هاي الفترة من نخفف من الأكلات التي تقيلة الصوس اليوم راح نعمل من اللبنة، أنا مستخدمي فيه اللبنة جراشية عشان أخذ منها حموضة كثير لذيذة وهاي اللبنة أكيد من المزرعة، شفتوا أنتوا الأجمان بأشكالها اللبنة، اللبنة، اللبنة الطريية أو اللبنة الجامدة أو اللبنة الجراشية، نقولها كلها عم بجيبها من المزرعة موجودة في الهيبر ماركت، سوبر ماركت، وكمان فيقلهم فروع حول المملكة، تقدروا تأخذوا اللبنة كومية من الأجمان تمام، راح أخذ عشان يكون الصوس لذيذ وطيب، أكيد تعرفوا من زمان أنا عم باستخدم أكيد أمريكين جورميل، المنتجات هم موجودة بكل مكان قبل هاي المرة عملنا الفخدة، ضفنا لها من أمريكين جورميل، البربيكيو الصوس اليوم، نستخدم الميونيز، تقدروا تستخدمه صوس الرنش، كثير من الصلطة السيزر كمان، كثير طيب، كثير بجاء، يعني شفتوا لك، نكهته مختلفة، صح مميزة، السعر ممتاز، متوفر بكل مكان، راح أخذ أنا منه تقريباً نص كوب، بيعطي طعم للصلصة بطريقة كثير حلوة، وأنا حطيت اللبنة عشان نضيف شوية حموضة فهيكا المكس الميونيز مع اللبنة بيعطيناكها بالجهن، كثير زعكي، أنا بالزمانات كنت أحط زبادي، بس السراحة الميونيز مع اللبنة كثير طعمهم طيب مع بعض هاي حطينا ميونيز من أمريكاين كورمي زي ما قلت لكم، حلو، راح أضيف على نفس الصوس، ثم تقريباً ربع كوب، ورح أحط عليه شوية من التوم شوية صغيرة جداً، ورح أحط عصير ليمون، ورح أحط عليه نعنع، حلو، نعنعاتي، وبقدونساتي، اللي عم بستخدمهم اليوم، وعم بستخدمهم دائماً وأبداً، الخاس بأشكاله، السبانخ من أشتال أكيد اللي كانوا معي على مدار شهر رمضان المبارك اللي والله يكرمهم، يا شب دو قللك، في ناس الكرم بيين في المنتجات، في الأفكار، في التفاصيل اللي بيعملها، طلعوا، جزر مبشور، عنا ملفوف الأحمر، ملفوف الأخضر، المبشور مع الجزر، الخاس بأشكاله كله عليه عروض هلا بمناسبة شهر رمضان المبارك، لما قلهم بدي أعمل مثلاً وصفة صلطة، سواء بالبيت أو بالبرنامج، والله العظمي بعته بالكرتون، حلو، لما تأخذ الكيس، هو فيه أكثر من الخاس اللي أنت تشتريها أغلى، بس مخصوله ومعقمه وخالي بالمدارات الزراعية، فأنا مع أشتال أبداً، يعني دائماً وأبداً، وعلى نصيحتي رده أجيبه، أكيد، أنا الصوص هيك صار ممتاز، بس يا دينا بدي أخفؤه منيح، ومعاه رح حط بقدونس اللي عليه عرض، نخصوله معقم بجنن، حقه دينار تقريباً كوب، حلو، عشان لون الصلاطة وطعم الصلاطة يكون طيب، حلو كتير، كلياتهم أخفؤهم مع بعض، وأضيف فوقيهم، بس سنوه شوي، أخلص من هاي، زيتون شرائح، أخضر، عشان لك هيت الصلاطة، زيتون أسود شرائح، وعندي فطر فرش، برضو مقطعته شرائح، أنا بدي أطلع فاصل، بالفاصل كل اللي رح أعمله، أحط الماكرونة فوقيهم، المسلوقة وباردة، بس حطوا عليهم علاقتين زيت عشان ضلها هيك مفرفدة وحلوة، وما تلزق ببعضها، حلو كتير، بدي أحركهم كلياتهم مع بعض، تكون سلطة الماكرونة جاخسة، حلو كتير، يعني يعطيكي ألف عبطية، وصفة سريعة وسهلة، بتزبط سحور، بتزبط أن نعملها على أفطور سريع، وبحكم الأولاد هذول السواليف من السلطات، كتير، خصوصا هاي الشغلات الباردة، طيب، إحنا أكيد صار معنا أسماء رابحين، بس قبل بدي، اليوم ما حكينا عن العباية الحلوة من أثواب اليوم، هذا اللون أنا بموت عليه كتير حلو، خصوصا دائما على الكاميرا، وطالع عليك كتير لا بأسراحة كتير، عندهم إشياء حلوة للعيد، أنا البس منه عندهم على مدار ثلاث أسابيع، واليوم دينا طالع مثل الأمر في هالعباية، تقل بعيونك الحلوين حتى بدي أوجه تحية لمرت عمي، وبنت عمي عبي يحضرونا بيحكوا ليشكل كتير حلو اليوم، بدي أحكي لكم هاي، كل سنة أنتوا سالمين، وأكيد نشكر أثواب على هذه العباية الحلوة، نحن نطلع فاصل ولكن نصار معنا اسمين ورابحين قبل ما نطلع، جائزة مقدمة من أشتال من نصيب، من هالجائزة؟ من نصيب ثلين عيسوي، ألف مبروك يا ثلين، أما الجائزة الثانية المقدمة من أثواب أيضا، فهي من نصيب ملاك إحتن، ألف مبروك لثلين، وألف مبروك لملاك، أكيد لسه معنا جائزة ضايلة بيئة، الجدء الأخير من حلتنا، خليكم معنا بعد الفاصل. موسيقى 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 أهلا سعلا بكم معنا جديد في آخر جزء من حالتنا، أكيد نحن تقريبا خلصنا كل وصفات بس عم ننصدم. موسيقى 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 ويحكوا للشرف كيف نتشيب تطلع معاكم بكرة رح يكونوا معاكم بحلقة جديدة من نهار ونهار مع نهارف مياً بنشوفكم بكرة وضلوا بالخير باي باي شكرا للمشاهدة موسيقى